المناسك المعظمين لكن الحقيقة التاريخية هي أن الحج كان صادقاً للإسلام لذلك سنتناول في هذه الحلقة من برنامج إضاءات فكرية تاريخ الحج في الفترة ما قبل إسلامية وكيف كانت تتم مناسكه وشائره وما الذي احتفظ به الإسلام وردت لفظة الحج عند عدد من الشعوب كالهنود والفرس والصابقة كما عرفه اليهود والمسيحيون ولازالت بعض الأديان والشعوب يتمارسه إلى هذا الزمن ولم يشد عرب ما قبل الإسلام عن هذه القائدة إذ عرفوا الحج وبحسب ما نستشفه من الكتابات والنقوش فإن الأربابة كانت لها بيوت تستقر فيها وغرفت ببيوت الآلهة كان المتعبدون يشدون الرحالة إليها لتبرك ولتقرب إليها وبحسب ما يذهب إليه بعض معظم الباحثين فلم يكن حج عربي ما قبل الإسلام إلى مكة وحدها بل كان إلى محجات عديدة أخرى بلغت بحسب بعض المصادر أكثر من 22 كابا بحيث يحج كل قوم إلى البيت الذي يقدسوه وكانوا يتقربون إليه ويضعون أصنامهم فيه ويذبحون عند أصنامه ويطوفون حوله ويلبون تلبية الصنم الذي يطوفون حوله من أشهر البيوت المقدسة الأخرى التي عرفت بالحج عدى مكة كان هناك بيت اللات في الطائف وبيت العزة على مقربة من عرفات وبيت منات وبيت ذي الخلصة وبيت نجران أما المواضع المقنتسة عند العرب فأشهرها غير البيت الحرام والتي كانت ضمن شعائر الحج نجد عرفاء ومنا والمزلفاء والصفاء والمرق ومواضع أخرى كان يقصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صنم بها ثم حرمها الإسلام فنسيت وأهملت حتى ذهبت معالمها ما ذهب من معالم الجاهليين يتضح في المصادر الإسلامية بخصوص الحج أن مناسكه لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج بل كانت تختلف باختلاف القبائل إذ انفردت قريش بأمور من أمور الحج واعتبرتها من مناسك حجها فيما تميزت قبائل أخرى بمناسك لم تعتبرها قريش موجبة لها ولم تعمل بها نفس الأمر ينطبق على المواضع المقدسة في الحج إلى أن ظهر الإسلام فوحد مناسك الحج وثبتها وأوجبها لكل مسلمين اتباعها وعظم عرب ما قبل إسلام الحج والحجاج وقد بلغ من درجة تعظيمهم له أن الحج كان يحظى بالأمن التام تورد المصادر أنهم كانوا إذا خرج أحدهم من بيته يريد الحج تقلد قلادة من لحاء شجر الحرم دلالة على ذهابه إلى الحج فيأمن حتى يأتي آله فإذا أراد العودة هذا مقلداً بلحاء الشجر فلا يعرض له أحد بسوب وهما سيبقى إلى أن فتح المسلمون مكة حيث نزل الأمر بمنع دخول المشركين مكة وبوجوب قتلهم حيث ما وجدوا خصوصاً في الآية الثامن والعشرين من سورة التسوى التي ورد فيها يا أيها الذين آبنوا إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم علة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله آليم حكم عرف الشهر الذي يقع فيه الهج بشهر ذي الحجة وبشهر الحج وهي التسمية التي لا زالت حتى الآن في التقويم الهجي وكانت أشهر الحج عندهم حرماً وهي شهر ذو الحجة والشهر الذي قبله والذي بعده كما كانوا يحرمون شهر رجب أيضاً ويسمونه شهر الله الأصم أي الذي لا تسمع فيه قعقعة السلاح فكانوا في هذه الشهور الأربعة يلقون السلاح ولا يغزو بعضهم بعضاً كان القتال يتوقف في الأشهر الحرم يشد العرب رحالهم من كل مكان إلى محجهم وخصوصاً مكة حيث ينزلون عند مشاريفها ويقضون أياماً في البيع والشراء إذ كانت مكة آنذاك بمثابة سوق عالمية تعج بأنواع السلع المختلفة المجلوبة من دول العالم القديم كما يخصص العرب بعض أوقاتهم للتعارف والصمر ومن ثم يغزونا سوق عقاد التي كانت ميداناً المبارزة الشعرية والتفاخر بالأنساب ومحكمة يفصل وجوه العربي فيها في الخصومات فإذا انتهوا من سوق عقاد اتجه منهم من أراد ليقضي حجه حسب المناسك التي يتبعها أورد الباحث العراقي جواد علي في موسوعته الكبيرة المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام أشكال التلوية التي كانت تقويها القبائل العربية والتي استقاها من مصادر إسلامية كان حج عربي فترة ما قبل الإسلامية يبدأ بالإهلال حيث كانوا يهلون عند أصنامهم ويلبون إليها بأدعية وبمخاطبة إلى الآلهة وبتوسلات لتقبل حج ذلك الشخص الذي قصده تقرباً إليها غير أن هناك من كان يحج من عربي ما قبل الإسلام حجاً مصمتاً أي دون كلام فلا يتكلم الحج طيلة أيام حجه كانت تلبية قريش لإساف وكانت على النحو التالي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما بالك أما من كان يلبي للعزة من القبائل العربية فكانت تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك ما أحبنا إليك وكانت تلبية للات لبيك اللهم لبيك لبيك كفى ببيت نبينا ليس بمجور ولا بلية لكنه من تربة زكية أربابه من صالح البارية وكانت تلبية ذا الخلطة لبيك اللهم لبيك لبيك بما هو أحب إليك وكانت تلبية لمنطبق لبيك اللهم لبيك لبيك أما تلبية عك فكانت القبائل التي تعبده إذا وصلت مكة بعثت غلامين أسودين أمام حجاجها يسيران على جمل مملوكين عاريين فلا يزيدان على أن يقولا نحن غرابا عك فيردد الناس من خلفهما عك إليك عانية عبادك اليمانية كما نحج الثانية على الشداد الناجية ظلت التلبية تعتبر من الشعائر الأساسية للحج عند عربي ما قبل الفترة الإسلامية وهي من الشعائر الدينية التي أبقاه الإسلام غير أنه غير صيغتها القديمة بما يتفق مع تصوره العقدي لتصبح على النحو لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كما أنه جعلها تتم داخل مكة بعد أن كانت تتم خارجها إذ كانت كل قبيلة تقف عند صنمها وتصلي عندها ثم تلبي قبل أن تدخل مكة بعد التلبية يأتي الطواف بالبيت الحرام والأصنام الذي كان ركلا من أركان الحج ومنسكا من مناسكه كما كان له شأن بارز عند عربي الفترة ما قبل الإسلامية إذ أنهم كانوا يمارسونه كلما دخلوا حرما أو معبدا فيه صنم أو كعبة أو ضارحا كما كانوا يطوفون حول الدبائح المقدمة للآلهة والأضرحة أو إذا سافروا أو عادوا من سفر فلم يكن له وقت معلوم ولا يختص بمعبد معين ولا بموسم خاص مثل موسم الحج كما تذكر المصابر أن العرب كانوا يطوفون حول الرجمات وهي حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كالمنارة ويقال لها الرجمة كما طافوا حول الأنصاب وهي أحجار ينصبونها قرب البيت ويطوفون بها وكان طوافهم سواء في الحج أو دونه سبعة أشواط وذكر محمد بن حبيب البغدادي أن طواف عربي الفترة ما قبل الإسلامية بالبيت الحرام كان يصمر أسبوعا وذكر أنهم كانوا يمسحون الحجر الأسود ويتبركون بلمسه ويسعون بين الصفا والمروى وعليهما آنذاك صنمان لساف ونائلة حيث كانوا يمسحونهما ويتبركون بهما أيضا وكان طوافهم بهما سبعة أشواط فيما كانت تلبيتهم لهما لبيك الله ما لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وعلى إثر فتح الإسلامي ستطرح مسألة السعي بين الصفا والمروى على الرسول خاصة أن بعض القبائل لم تكن تعتبرها من مناسك الحج وبحسب ما يرد في مصادر الإسلامية فقد ذكر أن بعض المسلمين قالوا يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروى فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية فنزلت الآية 158 من سورة البقرة إن الصفا والمروى من شعائل الله واستبدل الإسلام الطواف بالسعي لهدم الصنمين الذين كان الناس يطوفون حولهما واكتفى بالسعي بين الموضعين وبحسب ما تنقل أخبار المصادر الإسلامية فإن الطائفين بالبيت الحرام كانوا نوعين نوع يطوف عاريا ويعرف بالحلة ونوع يطوف بثيابه فيعرف بالحمس وأضاف بعض الإخباريين نوعا تالتا قالوا له الطنس وتذكر أخبار أن الهدف من طواف الحل عرات دون ما لابس كان تعبديا إذ كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقون عنهم ويسمى ذلك الثوب اللقي وكانت تخدع النساء لنفس القاعدة أيضا إذا كنا من الحلة فكانت المرأة تطوف بالبيت الحرام عاريا وذكرت بعض الروايات أن هنا كنا يضعنا ثيابهن كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم تتطوف فيه لكن الرجح أنهن كنا يطفنا عاريات ويريد في أخبار أخرى أن أهل مكة كانوا يلبسون لباس الإحرام أو يعيرونه لغيرهم من العرب ونستشف من المصادر أن عرب الفترة ما قبل الإسلامية عرفوا لباس الإحرام وكان يتكون من قطعتين من إزار ومن وشاح أبيض اللون وشدير من الذكر أن اللون الأبيض من الألوال التي تحمل دلالات دينية متعددة فقد كان رجال الدين والكهنة عند بعض الشعوب يلبسونه كما أنه رمز للحزن والحداد عند شعوب أخرى ومن بينهم عرب الحجاز من مناسك حج عرب الفترة ما قبل الإسلامية كان الوقوف بعرفة في التاسع من دي الحجة ويسمى يوم عرفة حيث يقف الحجاج فيه من الظهر إلى وقت الخروب فإذا غربت الشمس اتجه الحجاج إلى المزلفة ومن المزلفة إلى مينان قد كان العرب من غير قريش يفيدون في عرفة عند غروب الشمس وفي المزلفة عند شرقها وذهبت آراء بعض الباحثين إلى اعتبار أن وقوف العرب الفترة ما قبل إسلامية بعرفة وقت الغروب مرتبط بعبادة الشمس التي عرفتها بعض القبائل العربية فيما يذهب آخرون إلى أن عرفة قد يكون تخذ قدسيته لارتباطه بصنم من الأصنام وإلا لما صار جزءا من أجزاء مناسك الحج وشعائره عندهم بعد أن يصل الحجاج إلى مينان يقومون برمي الجاملات وهو من شعائر الحج المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب كما عرفة عند غير العرب أيضا وحسب ما نسقه من المصادر الإسلامية فإن مواضع رمي الجاملات عديدة عند عرب تلك الفترة يطاف حولها ويحج إليها منها مواضع أصنام وأماكن مقدسة ومن بين المواضع التي عرفت برمي الجاملات يجد جمرة العقبة والجمار وموضع الجمار بمينان حيث تتجمع وتتكوم عنده الحصى وهي جمرة ثلاث الجمرة الأولى والجمرة الوسطى والجمرة العقبة وتتحدث المصادر على أن أول من أرسل مبدأ رمي الجاملات كان هو عمر بن الحي الذي بحسب ما تقوله الروايات جاء بسبعة إصنام فنصبها بمينان عند موضع العجرات وعلى شفير الودي ومواضع أخرى وقسم عليها حصى الجمار 21 حصات يرمى كل منها بثلاث جمارات ويقال لي وثني حين يرمى أنت أكبر من فلان لصنم الذي يرمى قبله ولم يكن يحل لعرب الفترة ما قبل إسلامية حلق شعورهم أو تقصيرها طيلة حجهم وإلا بطل ونفس الأمر ينطبق على عدد من الشعوب الأخرى خلال المناسبات الدين المماثلة أما بعض القبائل فلم تكن تحلق شعورها في مواسم حجها إلا عند أصنابها فكان الأوسو إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم فإذا نفروا أتوا سنمهم منات حلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا لا يرون لحجتهم تماما إلا بذلك ومن شعائر الحج في الفترة ما قبل إسلامية كانت تقديم العتائر وهي الأضحية في الإسلام وكانت تعتبر هذه المرحلة هي ذروة الحج ولهذا أرفاه ذو الحج بعيد الأضحى فيما سمي اليوم الذي تضح به الأضحية بيوم النحر وبالأضحى وبيوم الأضحى وبحسب ما نستقه من الروايات فقد كانوا ينحرونها على الأنصاب وعلى مقربة من الإسلام فتوزوا على الحاضرين ليأكلوها جماعة أو تهطر الأوراد وقد تتركوا لكواسر الجو وضواري البر فلا يصد أنها إنسان ولا سبوه وكان بعض عرب الفترة ما قبل إسلامية يسلخون جلود الهدي ليأخذوها معهم وهو ما جعل بعض الباحثين في مقدمتهم جوال علي ذهبونا إلى أنه يتفق مع الرفضة التشريق التي تهني تقديد اللحم ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأن اللحوم الأضحى تشرق فيها وقيل سمي التشريق تشريقا لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس كانت بقية القبائل تطوف في أعيادها حول أصنامها وتهدي إليها ثم تنحر عندها عند إكمالها لهذه الشعائر إن لا نتنعى إكمالها شعائر الحج إلى هذه المواضع وانتهائها منها على أحسن وجه فكان من يقصد العزة يذبح عند شجرة المنات ثم يده وكان من يقصد منات يهدي لها كما كان غيرهم يهدي للكعبة ويتوفون بها ثم ينحرون عندها وكان عبد السودية الخلصة في أسفل مكة يذبحون عندها وكان عرب الفترة ما قبل إسلامية أيضا إذا فرهوا من مناسك الحج ودبحوا نسائكهم يجمعون فيتفخرون بمآثل آبائهم وبأسابهم وأنسابهم فنزل الوحي خلال الفترة الإسلامية فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكر ختما يثير انتباه لذلك التشبه الكبير بين مناسك الحج في الفترة ما قبل إسلامية والفترة الإسلامية وهو تشبه يستحق أكثر من دراسة أتربولوجية للوقوف على التمثلات الكاملة خلفها كما يستحق توقف عند عملية التهديد والتشديد التي قام بها الإسلام لمناسك الحج سواء من حيث استحضار البعد التوحيدي أو من حيث سوحيده لمناسك القرشيين كما سيحدث في فترة لاحقة بسوحيد القراءات القرآنية على لغة أهل قريش متتبعي قناة الشامل الأفاضل إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إضاءات على أمل اللقاء بكم مجددا في إضاءة فكرية جديدة شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والشراك في القناة وتفعيل الجرسي ليصلكم كل جديد إلى اللقاء